بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح قرطل عافية تخرها عليهم تبع ليال وثمانية أيام فترى القوم فيها طرعا كأنهم أعزاز نقل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فبعون ومن قبله والمؤتف كاتب الخاطئة فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طولنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم كذفرة وتعيها أذن واعية فإذا نفقت الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والذباب فذكتا ذكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ومن تفقت السماء فهي يومئذ واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرس ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوثي كتابه بيمينه فيقول فيقول ما أمقرأوا كتابي إن ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دارية كلوا واشربوا هميئا بما أسلقتم في الأيام القالية وأما من أوثي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم موت كتابي ولم أذر ما كتابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية خذوا فغلوه ثم الجحيم طلوه خذوا فغلوه ثم الجحيم طلوه ثم في سلسلة فرها سبعوها براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحفظ على طعام مكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا مكين لا يأكله إلا الخافرون فلا أقسم بما تبطرون وما لا تبطرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاعر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيل فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحقاكم على المكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بإسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر